رأينا الكمبيتنس التكنيكي التي سوف تخصوك في الخدمة في المجال يعني التعرف و رأينا الكمبيتنس الانجويستيكي التي سوف يساعدني لتكلم لتعرف الكمبيتنس ونوصل الانسان الاخر اليوم سوف نرى الكمبيتنس 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 التي يتعلق بالشخصيات العقلية كذلك المنتاليته هؤلاء اجبارين على الطالب وعندهم محضور كبير في اي حاجة تريد هل تريد ان تحضر مع أستاذك تريد ان تدفع شركة تريد ان تطلب خدمة عند شخص معين كيف سوف تحضر مع هذا الانسان كيف سوف تسوله وكيف سوف تختار لوقيتها المناسبة التي سوف يجاوبك فيها هؤلاء كاملين داخلين في المهارات الشخصية ولكن تسموهم ايضا لسوفت سكينز يجب ان تقلع الانسان الاخر وتعرف كيف يفكر لكي تحاول ان تمشي لها مع التياره وتكسب الخدمة التي تريد تريد ان تريد مباراة شفاوية فكيف سوف تقولوا على نوقات القوة ونوقات الضعف وعلى مجرد وعلى مجرد مثلا لا امتع نيرفع الضغط ودي صبر وفهم الاخر كيف نريد ان امباتيك كنعرف ان نجم الخدمة التي تريد متحمس كنخدم عاماً كنحترم الوقت الذي تريد ان اجد ان احضر كنخدمة الثمانية لا يستطيع ان يكون لديك المهارات التقنية تقنيق لم يتعرفوا بسطاعات لا تحت لك هذه الفرصة وليس لديك أدوات العمل في يدك ولكن لديك موتيفات واحد الإنسان يريد التعلم وعنده القدرة على التعلم وتقدر صبارك الله مزيان وضعبط اللغة لك وعندك أسلوب القيادة وتقدر تتعلم مع الضغم وتسمع الهضرة من هنا و هنا ولكن تجيري وتعرف تسيير عندك جيسيان شفتي يكون عندك هذا وخام يكون عندك حتى شيء صار ستدبر على رأسك ستدبر كثير من الشركات يريد أن يكون معهم شباب من هذا النوع كتهمهم شخصيتك كثير من أشياء تعرف التدير حيث تقدر تكون تكنيك مون بارلون تبارك الله مزيان وعندك تجربة وعندك أدوات العمل ولكن لا تعرف التعامل ولا ما تسمعش ولكن الدفاع كبير فهنا سأخذ هو واحد غير مؤهل تقنيا ولكن مؤهل ذاتيا وشخصيا وحقليا في مدة شهر ولا شهرين ستتعلم وهذا سيخدم لي حسنا من هذا الآخر حيث تسمع وعنده الموتيفات وبغي التعلم وعند الصالة لا أستطيع التعلم أيضا حيث أول جريبة أولا وهذا يلعبون على العملية ومثلات العملية لذلك فرصة كبيرة لك التعاملات العلمية والتعاملات العلمية لا أستطيع أن تحسين فيهم شيء واحد معرفة أو شيء واحد واسيط لأنه يدخل سيفيديا لك في هذه العملية لكي تدوستاج لا اللغة يمكنك تقرأها بوحدك ولا تدخل إلى صندر والشخصية يمكنك تطورها سواء تدخل مع نادي في المؤسسة أو مع عشي جمعية أو تدخل مخيم في الصيف أو إنكتوس يمكنك تنتجر معهم أغلب المدارس والفاق في المغرب لذلك حاولت أن تنضم لهم واشتراك معهم في الأنشطة التي ينضمون أو تذهب إلى وزارة التقافة أو مركب ثقافي أو تدخل الشباب إذا كانت في مدينتك أو شيء قريب من المؤسسة ودخل تسجيل في الكوغة المسرحة أو التنظيم كثير من الطرق وكن أكيد إذا كان لديك هذه المهارات الشخصية يعني المهارات الشخصية ستقوم بكثيرها حيث ستقوم بكثيرها ولا تخاف ولا تحشم ولا نطلب هذا ستقوم بكثيرها وإن تكون موجودة أو تعطيهم لهم وهم يتعلمون أن تصيبون إن شاء الله في الإبيضاد القادم